موسيقى طبا مساكم بكل خير مشاهدين وحياكم الله في حلقات جديدة لهذا الأسبوع من سهرة ملعبنا التي نرصد لكم فيها أبرز ما يتم تداوله من قضايا ومنافسات في وسطنا الرياضي المحلي في ملعبنا وكما تعودنا سنناقش أدقة تفاصيل مع نخبة من النقاد والمحلين الرياضيين إذ يرافضني اليوم كل من الأستاذ محمد الجوكر بسلطان مساء الخير مساء الخير يا مرحب سنجدك معي أيضا يرافضني الأستاذ سامي الإمام راح فيك والبتول أحنا المرحب أرجو أن تبقوا معنا لأننا سعود بعد الفاصل في حلقة اليوم من ملعبنا سنناقش في المحور الأول انطلاقة جولة جديدة وهي الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وفي الجزء الثاني سنحل المدخلات ومخرجات ورشة العمل الفنية التي عقدتها لجنة دوري المحترفين وفي الجزء الثالث والأخير سنقدم للحفل الكبير الذي يحضر له اتحاد كرة القدم مساء يوم غد الثلاثاء لتقديم كأس رئيس الدولة بحلتها الجديدة في البداية انطلقت اليوم مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا بأربع مواجهات جمعت أبرزها الوحدة الإماراتي بالريان ولكموتيف الأسبكي باتحاد جدة سعودي بما تسكمل مباريات غرب القارة الآسيوية يوم غد حيث يستقبل العين الإماراتي ضيفه الدحيل فيما يحل الامبراطور الوصلاوي ضيفا على ذوب أهان أصفهان الإيراني في البداية ألف مبروك لفريق الوحدة فوزه اليوم على الريان بأربع أهداف ومقابل ثلاثة التأخر في النتيجة وبعد ذلك الفوز بأربعة أهداف وتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط بعنابي مختلف في دوري أبطال آسيا عن دوري الخليج العربي رغم فوز أيضا الأخير في دوري المحترفين على الشباب الأهلي دبي وسلطان في البداية أعتقد فوز مقنع وفوز مميز رغم التأخر في النتيجة رغم التأخر بثلاث أهداف لكن العودة الكبيرة للوحدة اليوم أعطيت صدارة بتسع نقاط الحقيقة كرر تهنتي بالإضافة لتهنت لفريق أصحاب السعادة على هذه النتيجة الجيدة والأداء المشرف المشرف الذي قدمه والعرض الكبير الحقيقة الذي قدمه ونجحه سيد تين كات المدرب الهولندي في إعادة الفريق ومن خلال تغييراته واستبدالاته التي قام بها استطاع فريق الوحدة أن يتمكن من تحويل الخسارة إلى فوز كبير وخاصة أمام أيضا نادي له التجربة كبيرة في عالم كرة القدم الوحدة في هذه المبارة أكد علو كعبة نجح الحقيقة من تحويل الخسارة إلى انتصار ساعده بأن يتصدر برصيد تسع نقاط ساعده على ذلك هو التجانس والإصرار والروح والأداء الرجولي والأداء القتالي الذي قدمه فريق الوحدة في هذه المبارة أثبت مما لا يدع مجالنا لشك بأنه من الفرق ذات الإمكانيات رفيعة المستوى من الفرق التي يمكنها أن تغير مجرى المباريات في أي مقابلة سواء محلية أو قارية شاهدنا في الدوري عندما تغلب على الطامع الشباب أهل دبي بهدف مقابل الشيخ بملعبه شاهدنا اليوم وهو أيضا يقدم عرضا يتناسب مع إمكانيات النادي لأنه يطمح بعد أن خسر فرصته من الفوز في بعض البطولات المحلية الآن التفكير الحقيقة جديد إدارة النادي تدرك أهمية أن يكون الوحدة بصمة جديدة في عالم بطولات آسيا لكرة القدم التي أصبحت لا تقل عن كاس أمم آسيا النهائية فالفوز اليوم أنا في اعتقادي يعطي دفعة لممثلي الوطن من أجل إثبات قدراتهم وجداراتهم من أجل أيضا رد الاعتبار فالفوز الحقيقة سعيد لأصحاب السعادة كابتن سامي بالنسبة للوحدة يجب أن أثني على تينكات وأن سبق تم انتقادة تينكات اليوم بإدارة المباراة رغم التأخر وأيضا إدارة التغييرات في المباراة السابقة رغم غضب ليوناردو في مباراة شباب الاهلي على إخراجه وأيضا شفنا الجدل اللي أحدث عن ليوناردو كان ممكن مدرب آخر ما يشرك اليوم لكن ليوناردو اليوم شارك وأحرز أربع أهداف يتصدر هدافي بطولة دوري أبطال آسيا بست أهداف عمل عمل كبير اليوم ليوناردو بثقة المدرب تينكات هو طبعا نبارك لهم دبل مرتين لأنه فازوا في الدوحة وفازوا في أبوظبي وبالتالي تأخذ من الريان ست نقاط شيء ممتاز تتصدر وتضعه في أسفل المجموعة وهو فريق طبعا نحن نعرف يمتلك عناصر وكان داخل يعني يريد التأهل فالحصول على ست نقاط منه هذا شيء يدل على شخصية الوحدة وعلى العمل الكبير الذي يعملوه في إدارة المباراتين حقيقة ذي هابو أيام نحن نعرف اللاعب البرازيلي عموما لاعب مزاجي إلى حد كبير خصوصا اللاعبين المبدعين مزاجيين يجب أن تتعامل معهم باحترافية اللاعب المزاجي إذا كان المدرب دون المستوى إذا كانت إدارة اللادي غير قادرة على احتواءه يكون عبء على الفريق لكن إذا كان المدرب صاحب خبرة كبيرة الإدارة صاحبة خبرة كبيرة يستطيعون احتواء اللاعب لذلك اليوناردو مثل أي لاعب برازيلي لامع عنده شوية مزاجية أنت تتعامل معه باحترافية راح أرجع لك وارجع لنقطة ريفوس اللي سبقوا أن لعب في دورينا لكن يسعدنا أن ينظم إلينا سعادة أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة راح فيك ومسا الخير وألف مبروك على الفوز نساء الخير أخوي علي وسلامي للأستاذ الحمد للجوكر والكابتن سامي والله يبارك لك ومبروك لجميع في البداية نريد أن نعرف الأجواء في غرفة الملابس خصوصا إذا لم تكن متأخر في النتيجة وتفوج بأربع هداف مقابل ثلاثة خصوصا أيضا أن الفوز ذهابا وإيابا على فريق ريان بطبيعة الحالة التي تبدأ المباراة أخوي علي وأنت في أول خمس دقائق متخلف بهدفين يشكل عب كبير على اللاعبين ولكن الحمد لله صير المباراة سمعت أقرار من حديثكم المدرب كان له دور كبير في ضبط المباراة والحمد لله رجعنا في الوقت المناسب ما كان عندنا شك في أن الفريق ممكن يسجل ولكن وضع مثل هذا وضوط مثل هذه ممكن يكون عليك مرتدات أو يعني ما تقدر تحصن مرماك ولكن الحمد لله صارت الأمور مثل ما ظهرنا أعتقد الأجواء جدا سعيدة في غرفة تفديل ملابس طبيعي أخوي علي إن حنت أدري على المستوى المحلي يعني ما وصلنا في بعض البطولات المهمة رغم التجهيز ورغم البداية القوية للفريق وحصلنا على السوبر وفي مستهل هذا الموسم فكان هناك في رغبة كبيرة التعويض من خلال البطولة الأسوية وخاصة أن فريق الوحدة لا يمثل نفس هذه البطولة يمثل البلاد ويرعب أسندولة الإمارات وبالتالي كان هناك في تركيز عالي على هذه البطولة فالفرحة كبيرة أنا في هذا السياق أحب أن أشكر جماهير الوحدة اللي يعودونا دائما أنهم على الوعد دائما أشكر أيضا الأندية اللي بادرت بتسهيل مهمة بعض الروابط وبعض الجماهير وبعض الجماهير اللي حضروا بإرادتهم إلى أستاذ أنهيان فأشكلهم ملحمة جيدة وحضور جماهيري مميز في دعم الفريق بالنسبة لتنكات أرجع وأقول يجب أن نثني على عمل المدرب في الفترة الماضية وأيضا حتى هذه المباراة أيضا مثل ما قلتنا قبل قليل مع الأستاذ سامي الحديث على ليوناردو وأداء المميز في المباراة الأخيرة هو غضب ليوناردو لتبديله لكن شفنا ثقة المدرب في ليوناردو وحرازه لأربع أهداف اليوم عمل كبير بالنسبة للمدرب تنكات أكيد هذه جزئية مهمة مثل ما أتكلم الأستاذ سامي اللاعبين النجوم لا بد أن يكون هناك توازن وطريقة مثل في التعامل معهم نجح لحد كبير تنكات في هذه الجزئية وسخر اللاعب لخدمة الفريق أيضا تعاون زملاء معه يعني واضع اليوم دخول الكابتن إسماعيل مطر في الشوط الثاني يعني ساد من هذه الزخم الموجود تنكات لها بصمة أعطى ثقة في بعض اللاعبين اليوم نحن وجود منصور الحربي بنص الملعب يلعب في المعترك الأسيوي شيء مش بسيط أيضا في بعض النجوم الصعادين الليائيين فالعطاء الثقة لللاعبين حافز يعني المدرب نجح لحد كبير والجهاز الإداري يعني للفريق أن نصل ما بين النتائج الموجودة على المستوى المحلي في بعض الأوقات لأنه مهما كان حتى لو كنا نحن نقوز في بعض المباريات يعني يعني مرض من العطفات طالع ونازل ولكن التركيز في البطولة الأسهوية يعني ابتداء ومبارات الاتحاد صارت في مسارة التصاعد أنا بتوقف عند حركة لا أخلاقيه كانت من ريفس واللي سبق أن لعب في دورينا وأيضا في الدورة السعودي هل راح تتوقفون إياها أو تخدمون شكوى خصوصا أنه تعدى على الجمهور الوحداوي طبعا نحن جمهورنا خط أحمر لا بدل الواحد ينضبط ويكون غدوة نحن دورنا أنا لا أريد أن أعلق عليها بالحركة ولكن هناك نصار غانوني نحن نقوم فيه طبيعي نقمنا بتقديم احتجاج لمراقب المباراة والصورة مصورة وخافة وطبعا ننتظر أن يكون في إجراءاتها باقي بارتين أعتقد أيضا البارة القادمة لكم متيف وأعتقد لازم اثار من الفريق خصوصا أنه تغلب على الوحدة بنتيجة كانت صعبة شوية في الموسم الماضي ويضا في هذا الموسم نحن ننظر لغسنا كما صعدنا إلى هذه اللحظة يعني الحصور على مزيد من النقاط معناته قد منه تأثر الآخرين فهذا هو الهدف المباراة الياي إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية يعني مع الاتحاد خارج الإمارات نتمنى تكون نتيجة إيجابية وطبعا عبالعبنا بيكون إن شاء الله نقدر نتأحل قبل أحسابات المباراة الأخيرة ولكن ننهي ست مباريات بطريقة جيدة أنا شكر لك مداخلتك معنا وألف مبروك مرة ثانية نتمنى لك بالتوفيق وإن شاء الله صعود لدول مقادم الله يباك لك السلام عليكم شكرا لك لعودة كابتن سامي الحديث عن المسار القانوني اللي راح يتخذونه في حق ريباس يعني أعتقد أن ارتكب اليوم جرم واضح بالنسبة للأعراف وأيضا الحركة اللا أخلاقية اللي قام فيها تجاه الجماهير طبعا هو يقول يعني المثل يقول الإناء ينضح بما فيه يعني لاعب مثل هذا بكل تأكيد شو تترجى منه هو يعني لعم لعب في فراغ كبيرة في دوريات كبيرة لكن هو لاعب حقيقة يعني لا يقدم الأداء المشرف لاعب حتى لعبه كمنافسات دائما يميل إلى استخدام العنف مع المنافسين هو لاعب يعني شو نريد الوصفة يمكن الكاميرات الحمد لله أنه لقطت الحركة اللي قام بها ولذلك هناك لجنة قيم هناك لجنة أخلاق في الاتحاد الآسيوي وهذه اللجنة يرأسها شخص سعودي فيفترض أن أيضا يكون الانضباط أو لجنة القيم يجب أن تأخذ الإجراءات لأنه يجب أن ننظف ملاعبنا من هذه هذه البطولة هي نخبة البطولات في آسيا وبالتالي ما يظهر على الشاشة يجب أن يكون النخبة يجب أن تكون هناك غرامة على اللاعب ربما على النادي نحن شاهدنا أمثلة سواء في دوري أبطال أوروبا الحركة اللي قام فيها سميوني وقعدت الدنيا وكان ممكن يقاف ما العلم هو احتفل يعني كان احتفال احتفل ما يعني ما أيضا رونالدو رونالدو رد عليه بنفس الحركة كان ممكن يقاف أيضا ضجة كبيرة صارت أعتقد أن هذه الأمور لا يجب أيضا أن تمسكت عنها لاعبين عدنا سواء أمثلة كثيرة ما أريد أن نسترسل فيها لاعب أهان زميلة شتم زميلة داخل الملعب لم يسمعها أحد سواء اللاعبين والحكم ومع ذلك تم يقاف اللاعب ثلاث مباريات لأن شتم زميلة فما بالك أنت تقوم بحركة غير أخلاقية أمام شاشات تابعوها الملايين يجب أن تكون العقوبة مغلظة وهذا يكون عبرة لغيرها إذا يريد الاتحاد إلى آسيا ولكرة القدم أن يثبت أنه هو اتحاد حازم وصارم ما فيها مجاملات ما فيها مهندي وغير مهندي يجب أن يكون إجراء صارم تجاه أي لعب يتجاوز ويخرج عن القانون بس أنا أحب أضيف ما تفضلت فيه في البداية غير هذه الحالة التي إن شاء الله يعني ما نعطيها أكثر من حقها إذا تأخذ القانون يأخذ حقها الوحدة شخصية تظهرت لما أنت تخسر أول مباراة ثم تفوج في ثلاث مباراة متتالية وتتصدر المجموعة هذه هي حقيقة شخصية نعتز بها وندعو كل فرقنا الذي يتعثر أول مباراة أو ثاني مباراة على أن تكون هذه أمام عينه أنه ليس بإمكانك أن تسقط أول مباراة لكن بإمكانك أن تعود وتتصدر بسلطان أنا أرجع لنفس اللقطة أرجع لنفس الأخلاق ما تعليقك على لاعب كان موجود عندنا ولاعب في الدور السعودي وهي أيضا اليوم يرد على الجمهور بطريقة لا أخلاقية تعليقي هو أن لجنة المراقب المباراة سيكتب تغريدة كان هو صادق مع نفسه ما حصل وأنا أعتقد أن على الأخوة في تحت كرة القدم عن طريق نادي الوحدة برفع مذكرة في هذا الخصوص مع هذه اللقطة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأسوي المشكل مؤخرا وبالتالي التعليق طبعا مرتبط برفض الأسلوب والتصرف لأنه تصرف لا أخلاقي وبالتالي أنا أعتقد أن الاتحاد الأسوي يرفع شعار اللعب النظيف يرفع شعار العدالة يرفع شعار البيت متوحد وبالتالي من من مسؤولياته أن يقوم الاتحاد الأسوي أبو أحمد في إثراء عملية نظافة الملاعب وعدم إدخال خصوصا في أطفال يحضرون في المدرجات والمباراة منقولة ومتابعة لأن بين فريقين لهم قاعدة جماهيرية في بلدهما وبالتالي الاتحاد الأسوي الحقيقي يجب أن يعيد كثيرا من الحسابات خاصة في بعض الأخلاقيات لأنه حصلت في الأسبوع الماضي أيضا واقعة لأحد رؤساء الأندية العربية الشقيقة قام بتصرف أيضا غير منطقي وغير مسؤول لم يقبل أحد حتى المعنيين من بلده لم يقبلوا هذا التصرف الذي قام به تجاه من كان سواء لعيبة مدرب خصم أو جمهور بعض التصرفات الحقيقة التي نقوم بها بعض الحالات مثل رئيس نادي إداري مشهور لاعب أجنبي مهما يكون كلهم سواسية أمام القانون وبالتالي هذه التصرفات الحقيقة شاهدناها عربيا وشاهدناها قاريا أتمنى أن لا نشاهدها محليا لأن من الواجب علينا جميعا أن نحمي ملاعبنا وقدسيتها ومكانتها من هكذا تصرفات شاذة عمان ريباس عبر عن الحقد الذي موجود في قلبه خصوصا أنه موجود في بيئة محفزة لهذه الأحقاد كابتن سامي بالنسبة للعين متذيل جدول الترتيب في المجموعة الأخرى عند الحظوظ باقي لأن ثلاث مباريات أثنين منها على أرض طبعا نقول متذيل ولكن بيننا وبين صاحب المركز الثاني نقطين فقط نتيجة مباراة واحدة تقلب المقاييس وبالفعل العين عودنا العين عودنا من موسمين أو ثلاثة لما صعد النهائي كان خسران أول مباراتين نتذكرها ومع ذلك تهل النهائي الآن العين وقد ابتعد عن صراع اللقب الدول المحلي وهو خارج حسابات الكاس أتمنى أن يركز على البطولة الآسيوية وأكيد هو هذا اللي راح يكون شيء آخر العين قدمنا نخبة من اللاعبين الشباب المقاتلين الممتازين في المباراة الأخيرة ومم الشارقة برغم أن عمليا ليس لديهم نسبة عالية في المنافسة على اللقب لكن قاتلوا من أجل اسم الفريق وأثبتوا أن هم أجدر من نجوم لا يؤدون المطلوب لذلك أعتقد بوجود هؤلاء اللاعبين بنفس العقلية بنفس الروحية اللي لعبوا بها قادرين على أن يقلبون الموازين خصوصا ما تفضلت أن اثنين من هذه المباراة الثلاث المتبقية ستكون على أرضه في أستاذ هزاع أنا واثق تماما أن العين قادر على التأهل ويعني يمكن المهمة أصعب من مهمة الوحدة لكن هي ليست مستحيلة العين قادر خصوصا أن الدحيل مثل الريان دخل البطولة ب هالة من التطبيل ويضم نخبة من اللاعبين المنتخب ومع ذلك رأينا تعادل في الدوحة اثنين اثنين مع العين وبالتالي العين قادر أن يفوز عليه كما فعلها الوحدة وفاز على الريان كبال ما أنتقل الوصل في أزمة بالنسبة لللاعبين العين مع الإدارة في رد قاسي أيضا من الإدارة على مسألة تجديد عقود اللاعبين وأيضا في تكتم طبعا النادي كل نادي له سياسة في التعامل مع لاعبي وله سياسة في التعامل مع العالمين ونادي العين يمكن أن عشت فيه منذ بدايات عملي الصحفي التكتم سمى من سمات العمل داخل النادي هناك الحقيقة إصرار العينوية على كل أزمات ومشكلهم إذا كانت موجودة يكون داخل إطار الأسرة الواحدة إطار المنظومة الواحدة وهذا في حد ذاته أنا في اعتقادي في نوع من الانضباطية والاستقرار لكن ما حصل أن في الأون الأخير بدأ بعض اللاعبين ينتقدون الإدارة ينتقد أو يتمرد لا ينتقد اسلوب التعامل والبعض يتمرد التمرد بين قوسين لللاعب الذي سيذهب للدولي البلجيكي أنما الذي أنتقد كانوا هم نادي العين خلقهم أو بمعنى صح نادي العين هو الذي صنعهم وأصبحوا نجوم والسبب نادي العين وبالتالي خروج هؤلاء أو خروج هذه الفهم من اللاعبين وانتقادهم الإدارة في هذه الظروف في اعتقادي يعني أنا في رأي بين قوسين تسميه الناكر الجميل فبالتالي الناكر الجميل يصبحوا كثار في الساحر من ينكرون الجميل من ليس لديهم وفاء وبالتالي هذه الحقيقة تؤدي إلى جزية طرح هل اللاعب لديه ولاها لنادية الذي تربى وتعلمه وكسبه وحصل ما حصل عليه أم اللاعب الذي يأتي لهدف معين فترة موقتي لعيبة العين غالبيتهم يعني تم يعني تأسيسهم من الأكاديميات ومن ثم المراحل السنيف وأصبحوا لعيب له مكارتهم اليوم هناك أزمة لابد أن نعترف أن هناك في أزمة ما لكن طبيعة الجو العمل بإدارة ندلعين نعتقد أن هناك في اختلاف داخل منظومة كرة القدرة في ندلعين هذا الاختلاف مأدي إلى تشكيل فريقين مختلفين في أراهم وفي وجهات نظرهم وبالتالي نجد هناك من يؤيب فكر وطرح معين وهناك من يعارضه هذا الاختلاف الإداري في اعتقادي أنه عكسه على عدم العكس سلبا طبعا لذلك المباراة عجمان كانت خير دليل لذلك ولكن أثبت العينوية في حزم القرار الذي تخذوه في مباراة أمام الشارقة بخروج بالتعادل بتغيير شامل حوالي 70% من اللاعبين ومشاركة اللاعبين الشباب هذا يؤكد على أن العين بمن حضر أنا أتصور ربو أحمد لكن بو سلطان أيضا صحيح أن اللاعب الذي ينتقد فريقه في الأوقات الصعبة هو ناكر للجميل هذا متفق عليه لكن أيضا اللاعب يبقى يضمن مستقبل إلا أنه دخل في فترة الستة شهر أو أنه في مرحلة تسجيد العقد هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح لكن اليوم دعونا نكونوا واقعين اللعيبة التي خرجوا من بطن الأندية الكبيرة قدموا ووفروا مستقبلهم ومستقبل حتى أحفادهم يعني مثل نادي العين وفر إمكانيات للعيبة لا يحلم فيها في أي مكان يذهب وبالتالي أنا أعتقد أن عنصر الوفاء مفروضة تكون في الرياضية صحيح نحن في عالم الاحتراف وموضوع العقود يعني الآن خلينا نكون واقعية معمورية صحيح ذهب إلى الهلال من أجل مثلا صفقة لكن روحه وجسده وقلبه وإيمانه في العين أسرة أخوانا أهلكم في الرياضة العين وبالتالي هذه المسألة في لاعبي الخليج عامة واللي ما رأيت على وجه الخصوص من الصعب جدا الحقيقة أن اللاعب يقول عقود والشروط والجزايات أحمد خليل ذهب من نادي بعقد خيالي لكن رجع إلى نادي أعطيكم مثال من أعطيني لاعب في مستوى عبدالرزاق إبراهيم في الكرة الإماراتية لم يتكرر لاعب بموهبة عبدالرزاق إبراهيم كان نجبا وتحفت الخليج أطلع غالي لم يراحل في صنفهم كان في نادي معزد مكرم ووظيفيا واجتماعيا فأني ترك وذهب إلى نادي الوحدة في أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإماراتية فترة الهواية كانت في فترة الهواية اختفى ليش؟ لأن اختفى النجوم عندما يخرجون من مكانهم وموقعهم ومناديهم يؤثر عليهم أنا في أتصور هذه نصيحة لكل لاعب من يسمعني عليه أن يركز لأن المستقبل في النادي الذي تربيت فيه المستقبل هو في النادي الذي نشأت فيه المستقبل هنا النادي اليوم ظهر تحدث فيها من الحلقات الماضية ظهرت الغاء التفرغ وهذه قضية حدوتة لوحدها فمتنين التفرغ وخروج بعض اللعبين من منظومة الهوية الاحتراف بأن يداوم صباحا لا، هو ليس خارج منظومة الاحتراف لأنه يداوم وأيضا لاعب محترف هذا لا يجوز هو لازم يختار واحد من اثنين معنا اعتمادك كلي على هذا الرزق التي تزغب ورائك والأسرة تقول لعبك إنما يعمل ويلعب هذا ما موجود في منظومة الاحتراف يذهب بشكل سريع للوصل كابتن سامي يذهب لإيران بطيارة خاصة لكن هي فترة لعادة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة للوصل نعم أحيانا لما تبتعد تطلع من المنافسات يكون عندك تركيز واضح على الهدف الآن الوصل مع الأسف يعني محليا أيضا تراجعت نتاجها وخسر آخر تعادل آخر مباراة مع الإفجيرة بعدما كان متقدم ثلاثة صفر هذه الأمور تولي الضغط المدرب عادة المدرب عادة يبحث عن البقاء ريجي كامب حقيقة غير مستقر لا يعرف باقي أو غير باقي أعتقد في مقاييس ريجي كامب الدوري أهم لأنه يريد أن يحسن ترتيبه ويحاسب على هذا الأسفل سابقا تحدثنا في سيديوهات التحليم أيضا ما يطيل في نقطة ريجي كامب ريجي كامب متناقض في أقواله لأنه في تصريحات يقول راح أرجع الهلال وفي تصريحات أخرى يقول راح أعيش عشرين سنة في دبي رجل ليس مركز لا نحن نحن تحدثنا أحيانا لما يجيك صحفي يسألك يقول لك هل تحلي الهلال يجب أن تكون يعني أيضا حذر فأكيد الهلال فريق كبير ما تقول له لا شو الهلال نسيته ونسيته أياما أحيانا المجاملات تأخذ هو يريد البقاء لا يوجد أحد يعيش في دبي ويستمتع به الجمال هذا ويقول لك أترك الفكرة أين الفكرة أن ليش قلت لك هو محليا أهم لأنه في رأيي الوصل بهذه الوضعية لا يستطيع الملعبس على جبهتين أبدا ولهذا سيذهب يلعب في ملعب صعب ذوباهن الزوراء تعادل هناك لكن الفريق الإيراني الآن في وضعية وضعية جيدة يصدر المجموعة ولذلك ويريد تعزيز صدارته سيلعب مباراة قوية جدا أمام الوصل الوصل هل يستطيع أن يلعب مئة بالمئة في إيران ويرجع يحافظ يلعب مئة بالمئة في الدور المحلي لتحسين الترتيب أجدها صعبة جدا لا يوجد شيء مستحيل لكن صعبة الوصل حقق فوز على النصر في بداية مشوارة في البطول النصر السعودي الممتلة بالنجوم وكانت نتيجة حلوة لكن وراها تلقى هزيمتين لذلك مش صعبة على الوصل بما فيها أمام ذوباهن في دبي ثلاثة واحد هي المباراة ليست مستحيلة لكن أجدها صعبة الوحدة ترك الدور المحلي مركز على العسيوية العين نفس الشيء ترك الدور المحلي وتحرر من ضغوط تدري المدربة للنتيجة فتحرر من ضغوط إشراك النجوم بدأ يلعب المجتهدين تحرر من ضغوط الدورة فبإمكانه الوصل في رأيه لا يستطع أن يتحرر من الدورة حاليا لأنه قد ينزلق لذلك أجد بصراحة لا يزعل من الوصل أجد مهمة الوصل أصعب من العين والوحدة بكثير بحسب صحيفة أو جريدة الإمارات اليوم التي أوردت هذا الخبر رحيل راشد بالهول والذي يحل محله أسامي الشعفار نريد أن نعرف رائك في هذا الخبر وأيضا معلوماتك عن هذا الخبر شوف هو زين سألتني سؤال لأن الحديث الفني عن هذه المباريات الناس لا تسمع من التحاليل لكن نتكلم عن هذه الجزئية نادي الوصل عندما شكله في بدايات تأسيسه تم تشكيله عن طريق جميع عمومي أربع وسبعين وكان أول رئيس له أحمد الشعفار والد أسامي الشعفار أسامي الشعفار اللي أيضا ترأس لفترتين لرئاسة مجلس الإدارة أحمد الشعفار والده أسامي الشعفار طرح الخبر اجتهادا من زميلة الإمارات اليوم وهذا الكلام صحيح أنه تم تداول اسمه وتم يعني من بعض المسؤولين قالوا لي أسامي أنك أنت يقوم باختيار أعباء التشكيل الجديد هذا الكلام الذي يتردد لكن أريد أن أؤكد أن أسامي الشعفار سيبقى أيضا عضو مزدوج آخر رئيس مزدوج آخر لأنه رئيس إتحاد الدراجات وإنما رئيس إتحاد الآسيا بالضبط محليا مزدوج سيكون أيضا رئيس مزدوج في إعتقادي أن هذا الأمر بيد سمو رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد المكروم الله يحفظه لكن الآن هناك تحرك موجود يعني الاسم طرح بالنسبة لي اسم أحمد طرح أكثر من اسم اسم أسامة الشعفار وطرح اسم أحمد محمد بن سيف الشعفار عضو مجلس دبي الرياضي وطرح الاسمين بأن يكون واحد من أبناء الشعفار يتولى رئاسة مجلس إدارة بحكم أن هذه الأسرة لها ارتباط تاريخي كبير لأسرة نادي الوصل ولكن ما أريده أن الرئيس القادم لنادي الوصل لمجلس إدارته ذكرت في قبل ثلاثة حلقات هذا المكان أنه هناك في ترتيبات لعادة البيت الوصلاوي الكروي الرئيس القادم يجب أن يرجع إلى المرجعيات بمعنى أن يذهب أسامة أو أحمد أو فلان أو غيره يذهب إلى الرؤساء السابقين اللي موجودين الآن اللهم يحفظهم على سبيل المثال يذهب لأحمد الشعفار يذهب إلى الحاج خميس يذهب إلى محمد بن فهد يذهب إلى عبدالله حارب يذهب إلى قيادات الوصل اللواء محمد بن فهد كل هذه القيادات يجب أن يلتقي بهم لمعرفة أرأها أو لا يأخذ منهم الأفكار ثم يطرحها إلا من رشحها لكن أن يأتي هو ويتخذ قرارات أو يرشح أسماء دون الرجوع للمرجعيات سيفشن فقط تماماً طبيعة نادي الوصل تختلف عن بقية الأندية الأخرى لأن هناك مجموعات تنحاز لأشخاص وتنحاز انتماءاتهم لهذه الأفراد وبالتالي المجموعة الحالية الموجودة بذلت من شهود طيب وجهوداً مشكورة لكن نتائجها وسلبية أداء الفريق ما ساعدت للإدارة الحالية زايد أن الإدارة بعيدة عن الإعلام بعيدة عن نفسها تجتمع اجتماعات ما حد يدريبها الإدارة الموجودين غير معروفين اللهم الثنين ثلاثة العمل يعني معتمد على الثنين أو ثلاثة الغاء اللجنة الفنية التي أثارت كثيراً من الجدد مع ذلك أبو أحمد نادي الوصل يتمتع بإدارات على مستوى علي جداً من خارج المنظومة الحالية في وصلاوية سواء لاعبين أو مدربين أو حتى فنيين عندهم المكانة الطيبة في المجتمع الرياضي أن يصبحون يوم الأيام يتولون المسؤولية أعتقد أن نسبة كم بو سلطان تأكد أن ممكن يكون الرئيس القادم أحد أبناء أسرة الشعفار هذا سؤال؟ هذا طرح نعم هذا طرح نسبة كبيرة طرح لكن يتوقف لأن النادي الوصل له المرجعي الكبرى وهو سمو الشيخ أحمد لا يمكن أن يتم دون رجوع لسموه وبالتالي الأخوة الذين رأوا أن يجب أن يتم تغيير المجلس الحالي النتائج سببها وأعتقد نحن صحيح ما عنصر ونؤيد الشباب يأتون لكن لا بد أن الشباب يرجعون إلى خبرات القدامة النادي الوصل شكل في الثمانينات مجلس الشرف الوصلوي لا أحد يعرف عنه كان يسمى الهيئة الاستشارية النادي الوصل الهيئة الاستشارية الوصل ضمت قوام كبيرة بدءا من سمو الشيخ أحمد والشيخ بطي المكتوم ومحمد المكتوم المرحوم راشد بن مكتوم وغيرهم الأسماء يعني قوائم ضمت حوالي سبع وثمانين اسم هذه السبع وثمانين اسم مرتبطي في الهيئة الوصل منذ كان الوصل يلعب على شواطئ جميرة قبل أن ننتقل إلى مقره الوصل تاريخ كبير وبالتالي هذا التاريخ يجب أن نحافظ عليه المحافظة كيف نتم تواصل الحضاري بين الجيل الجديد والجيل القديم لاستكمال مسيرة الإمبراطور عمان نتمنى التوفيق للوصل في مباراة في الغد وأيضا أن يستطيع العودة في دوري أبطال آسيا وأيضا في دوري الخليج العربي عمان نبقى في دوري الخليج العربي حيث عقدت لجنة دوري المحترفين مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية السنوية بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين وأعضاء فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية بالإضافة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول ومثلي الأندية المحترفة باستثناء ناديي الشارقة ودبل فجيرة اللقاء السنوي بين الأجهزة المعنية بالشؤون الفنية في أندية الدوري يعتبر مناسبة لتبادل الأفكار والرؤى حول شخصية هوية الكرة الإماراتية حرصا على تطوير المسابقات الكروية المحلية جاءت ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي نظمتها لجنة دوري المحترفين مليئة بتفاصيل أبرزة حرص اللجنة على التطوير المسابقات من خلال إشراك المدربين والفنيين الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على قطاع كرة القدم في الإمارات وقع حسب اعتقادي بعض الاختلافات في وجهة نظر لكن هذا مهم جدا من أجل معناتها الخروج بأفضل الحلول وشفنا اليوم معناتها عدة أعراء فنية التي كانت قيمة جدا وممكن تفيد تطوير مستوى كرة القدم خاصة على مستوى المنتخبات العرض المقدم كشف أن مسابقة كأس الخليج العربية قد شهدت مشاركة 106 لاعبا من مواليد 97 شارك 53 منهم لمدة 180 دقيقة على الأقل بعد التعديل الذي تم تنفيذه منذ بداية الموسم الحالي برفع عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة لعشرين لاعبا على أن تضم ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 97-900.000 الجزء الثاني من الورشة تمت منقشة المبادرة المقترحة للموسم المقبل والتي تشمل آلية تسجيل ومشاركة اللاعبين في دور الخليج العربية تحت 21 عاما وكأس الخليج العربية من خلال اتفاق إبقاء الوضع الحالي المطبقي في مسابقة كأس الخليج العربية أما فيما يخص الدورية اقترحت الأندية الرجوع للنظام السابقي بإشراك عدد من لعبي الفريق الأول أعتقد أن أي ورشة عمل يتم تنظيمها تأتي بثمارها مستقبلا حسب رأيي النقاط التي ناقشتها مهمة جدا أتمنى أن تأخذها اللجنة بعين الاعتبار فعالية ورشة أمل المبادرات الفنية التطويرية اختتمت بعرض مقترح رزنامتي الموسم المقبل من حيث موعد انطلاقة الموسم الكروي الجديد ومعسكر المنتخب الأولمبية في شهر ديسمبر 2019 استعداداً لبطولة أمم أسيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبيا توكيو 2020 في الأساس هي أنه يبقى الدوري قوي وطبعاً أن أنت تعمل مسابقة زي مسابقة كاس أو الدوري من 15-18 عمرها ما تدي قوة لأنه طبعاً جوه ده في استحال اللعبة فيه فالحقيقة ده كان شوية أبرز ما حدث اليوم هو الخلاف في الرؤى ما بين بداية الموسم ما بين المدربين ومدربين المنتخب ورشة الموسم الماضية التي رفعت توصية بإسقاط الإنذار الثانية حال مشاركة اللاعب في ثلاث مباريات متتالية دون الحصول على أي إنذار جديد نتج عن تنفيذها في موسم هذا العام إسقاط 66 إنذاراً في مسابقة دور الخارج العربية استفد منها 54 لعباً كما وصل عدد الإقافات للحصول على الإنذار الثالث خلال الموسم الحالي حتى الجولة السابع عشر إلى 51 حالة مقابل 72 حالة في نفس الفترة من الموسم السابق ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية وللسنة الثالثة على التوالية تتخذ منها لجنة دور المحترفين مع مختلف المدراء الفنيين ومسؤولي أندية دور الخارج العربية محطة من أجل تنظيم جيد لمختلف المسابقات الكروية التي تشرف عليها لقناة الشارقة الرياضية زكريا مستوي من فندق ياس روتانا أبو ظبي شكراً للزميل زكريا مستوي على هذا التقرير كابتن سامي بالنسبة لفكرة رائدة أعتقد لمواقشة الجوانب الفنية وأيضاً الوقوف على إيجابيات السلبيات بالنسبة لدور المحترفين مجرد أن تتفرج وتشوف هذه الوجوه جالسة تتحاور مع بعضها البعض تفرح صح الأخبار التي طلعت تدل على عمق وتنوع المواضع التي تم مناقشتها وهذا شيء رائع تجمع إداريين وتجمع فنيين من الأندية مع مسؤولين رابطة دور المحترفين هذا شيء ممتاز نشيد بجهود الرابطة في هذا المجال خصوصاً نهاية ليست أول مرة وإنما ثالث مرة وهذا يدل على أن النهج تقبلت الأندية وحبتها ووجدت بأثر أيضاً ما نشر من أخبار أنه النقاش وعدم القبول فخصوصاً في عدد الإنذارات إطفاء الإنذارات كما يسمى أو جدولة انطلاقة الموسم المقبل من المتصف أغسطس واعتراض بعض الأندية هذا يدل على أن النقاش كان جدي حقيقة نحيي لجنة دور المحترفين نحيي اللي تحدثوا جميعاً ومجهود طيب من اللجنة ومن الأندية بالتواجد والتحاور لأنه بالفعل كل الطرفين أصحاب العلاقة موجودين المنظم والمشارك وبالتالي فرصة أن تتحاور وجه لوجه وأن تبدي رأيك وأن تحشد مؤيدين لهذا الرأي أو ذاك الرأي من خلال مجموعة جالسة في غرفة واحدة النقاش ولما يكون نقاش من مختصين هو هذا من أحد أهم وسائل التطوير أيضاً خبر مفرح تسرب من هذا الاجتماء الذي هو زيادة عدد دقائق أو معدل عدد دقائق اللعب الفعلي الآن أصبح معدل دقائق 51 دقيقة المباراة وهذا رقم جيد يدل على أنه هناك مجهود هناك عمل بوذل تم الارتفاع من خلال سبع وثمان مواسم من 38 دقيقة معدل اللعب الفعلي إلى 51 دقيقة معدل اللعب الفعلي وهذا شيء جيد بالنسبة للأفكار وهذه الاجتماعات أعتقد أن أمر جيد أن يكون في سبق في تطبيق هذا الأفكار لكن يجب أن تكون هناك جودة أيضاً في تطبيق الأفكار وأيضاً نقاشات في هذه الاجتماعات هو الحقيقة لا نضيف أكثر مما قاله زميلي الأخ سامي بس في حد ذاتها الجنوس الفنيين معاً لأول مرة بهذه الطريقة صحيح هي التجربة الثالثة لكن المدربين غالبية المدربين كانوا متواجدين وهذا حقيقة يعكس اهتمام لجنة دور المحترفين التي تعمل وفق رؤية احترافية واضحة وهذا أيضاً يأتي في أجندتها التي تهوز بها سنوياً كلقب أفضل دوري هذه التنظيمات الحقيقة مهمة جداً كرة الإمارات بحاجة إلى عمل مؤسسي وعمل تشريعي وعمل قوانيني وعمل تنظيمي والذي وجدناه في هذه الورشة الحقيقة أن عكس تماماً على استفادة الأندية واستفادة الأندية المحترفة الحقيقة في التعامل الاحترافي وهذا الحقيقة يحكس كما قلت أن لجنة دور المحترفين تعمل وفق رؤية منهجية صحيحة تمنى لها النجاح وتفقه لكن ما يحزني هو غياب بعض الأندية وهذا الغياب ليس له مبررة ما هي أسباب الغياب التي غابت بعض الأندية سواء المدربين أو منعنيين أو مشرفين وجدنا كل الأسماء موجودة أتمنى لجنة دور المحترفين أن تكرر هذه الجلسة بجلسة خاصة للمدربين مع مدرب العامل المنتخب الوطني لأنها الحقيقة مثل هذه الجلسات تزيل كثير من العقبات وأتمنى أن تكون لجنة أخرى للحكام النخبة مع المشرفين حتى يكون في نوع من المعرفة القوانين والتعديلات لأن ظاهرة احتجاجات اللعبين داخل دور المحترفين مع الحكام زادت في الأون الأخير وستزيد خلال الجولات القادمة أتمنى أن تستمر لجنة دور المحترفين في عقد مثل هذه الجلسات المثمرة والإيجابية عبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية بلجنة دور المحترفين تحدث عن ورشة العمل كمبادرة يأمل منها الجميع أن تكون نتائجا من أهم مدخلات تطوير مسابقاتنا اليوم عندنا المدربين 11 نادي من الأندية المحترفة اليوم عندنا المسؤولين عن المنتخب الأول وعندنا أيضا المسؤول عن الفني للاتحاد الكرة ناقصنا أيضا أمور المنتخب الأول من خلال الجدولة ناقصنا الجدولة للموسم القادم وكان أيضا نقاش مثري جدا من خلال المدرع الفنيين هذا اللي يهمنا ما يهمنا طول الاجتماع أو من خلال الإثارة الإثارة إذا لم تكن أنت اليوم تتكلم عن كرة قدم كرة قدم كلها إثارة المستكي تحدث لقناة الشارق الرياضية عن مقترح إقامة كأس الخليج العربي للمحترفين تحت 21 سنة وهو المشروع الذي سيكون قيد الدراسة من الناحية المالية والتسويقية هو أول شيء أنه راح يكون هناك سنة كاس لنناقش وتحدثنا في أنه هل يكون هناك كاس لـ 21 سنة لأنه تعرف الـ 21 سنة يعني نريد أن نزيد لهم في المباريات ونزيد بطولة أيضا وأعتقد أن هذا العمر مهم أنك يعني تزيد في مبارياته واقترحنا يعني اقتراح من الأندية أنه يكون هناك بعض الأندية أنه يكون هناك كاس للـ 21 سنة وناقشناها مع الأندية المحترفة وإن شاء الله راح نرد نشوف يعني إجاباتهم وشو موافقتهم على إقامة الكاس وإحنا ما عندنا مشكلة إحنا أي شيء الأندية توافق عليه راح نقيمها يعني ومن ضمنها كاس الـ 21 سنة فايس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين شارك في النقاش الساخن الذي دار حول محور رزنامة الموسم المقبل وكان له رأيه الخاص حول هذا الملف النقاش الكبير النقاش الكبير صار على أنه بداية الموسم مدرب المنتخب أو الدارة الفنية للمنتخبات طالبت بأنه تبدأ دوري خلال مبارتين لكاس الخليج العربي من خلال مبارتين من منتصف أغسطس والأندية طبعا قالت كلمتها أنه مستحيل أن تقام مبارتين في هذا التوقيت التوقيت هذا يكون الحار جدا الجو حار جدا يوصل الحرارة إلى الخمسينات وما رح تكون الاستفادة كبيرة للمنتخب أو للمدرب حتى أن يشوف لعيبة من خلال المبارتين هذا نواجهنا النقاش للإدارة المنتخب تفهمت للموضوع هذا وعادت أنها رح تتكلم يعني أبدأت موافقة أنها رح تناقش الموضوع مع المدرب ورح تطرحنا الآراء الذي الذي أعتقد أنه رح يكون في الصالح الآن والذي هو مبارا فيه خلال يبدأ الكاس الخليج العربي من خلال آخر أغسطس أعتقد هذا الوقت الإيجابي الذي قامت أو بداية دوري الخليج العربي بالعام بدأنا في آخر أغسطس وكان يعني وايد انتقادات كابتن سامي بالنسبة لأعتراضها الأندية تقول لك إحنا نبقى وقت نبقى أعداد للفرق منتصف أغسطس فترة حارة فيها رطوبة كبيرة فليس الوقت الملائم لإقامة دوري الخليج العربي لأننا بعض الدول الأوروبية أخرت انطلاقة الدوري من منتصف أغسطس إلى نهاية أغسطس لأنه أيضا حتى في أوروبا يكون الجو حار فبالتالي بالفعل يمكن الدوري السعودي ينطلق في أغسطس لكن الطقس يختلف هناك خصوصا أنه مناطق هناك مناطق باردة أعتقد أنه الأندية محقة أن ينطلق الدوري في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر هو الأجدر إذا كان هناك ضيق وقت ممكن أن تلعب في طقس مناسب أكثر من مباراة مضغوطة بدل أن تلعب مبكرا وتوزعها على مباراة أسبوعيا لأن الفائدة تكاد تكون معدومة اللعبين يكونون على الضغط بدني كبير بسبب الحرارة والرطوبة أنت تبدأ متأخر حتى بعد بداية سبتمبر وتضغط المباراة تلعب أكثر من المباراة ربما في فترة قليلة هذا يكون ذو فادة أكبر في رأيه تحدثوا عن أن أعطاء المنتخب فترة أطول بالنسبة للإستعداد فمورفيك طلب سبع فترات أو سبع معسكرات لإعداد المنتخب أيضا فترة مش بسيرة أنا ما أتحدث عن مورفيك وخططه وعن بطوله لقال أبد الحميد لتحت 21 سنة أنا أتحدث على واقعة تاريخية هذه الواقعة التاريخية تبين الفارغ بين 2019 إلى 1972 في مارس 1972 شحته المرحوم شحته اختار جاسم محمد أخوه عبد الرحمن الحداب اختاره يكون 16 سن عمره دخله مع قائمة المنتخب يلعب إلى الرياض دور الخليج الثاني جاسم كان صغير هرب عن الضمام للسفر فشحته قال لأنت ما فيك مخ وفعلا لعبه مباراة ودية ونجح جاسم أنه يبقوا لين في مرمى المنتخب الأول وأصر شحته على هذا اللاعب اللي عمره 16 سنة اللي يستطيع أن يلعف المنتخب جاسم محمد هذا جاسم بوحمود أحسن لاعب كان في كرة الإمارات نجم الشارغ يسمونه غزاء الإمارات بعد ما رجح شحته أصر على جاسم عمره 18 سنة ودى دورة الخليج 74 خاد أفضل لاعب في كاس الخليج الثالثة أنا أستقر بطولة تحت 21 سنة 21 سنة يفترض أن هذا اللاعب وصل مرحلة المنتخب تقيم البطولة تحت 21 سنة يفترض إذا عندهم نية يجب إعادة النظر كان لك صغر هم صغر 21 سنة سنة أنا أرى أن اللجنة الفنية يجب إعادة النظر فيها بمعنى خلا نكون واقعين وبدون المجاملة وبدون بعيد عن المجاملة حقيقة اللجنة الفنية في دور المحترين بحاجة إلى محترفين أكاديميين علميين ذو اختصاص معين ولا نجامل فلان على حساب كرة القدر المراتي روما أننا نبقى لا تحدث شيئا عفوا احنا اقترحنا فترة وما عجب الأخوان في لجنة المتخبات قلنا لماذا تستغل هذه الفترة أي الفيفا دايز قبل الصيف استغلها يا أخي وقال لك كيف نلعب المدارد بحاجة إلى فترات تجمع بدل أن تبدأ الدور مبكرا حتى تمنح المدارد بفرصة نشاهد لعبين كان من الآن تسوي مباريات في أي توقف قريب تعمل مباريات حاليا المدارد يرى اللاعبين قبل ما ينتهي الموسم ويتستفيد من فترة التوقف ويمكن يجرب كم لاعب تستفيد منهم أنت بإمكانك أن تكسب فترة توقف فترة تجمع قبل ما ينتهي الموسم نحن نتمنى أن فترات التوقف يستفيد منها أفام ماربك وننسى اللي صار في كاس آسيا يقيم تحاد الإمارات لكرة القدم مساء يوم غد بفندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي حفلة تدشين النسخة الجديدة من كأس رئيس الدولة لكرة القدم وهي النسخة الرابعة من الكأس الغالي منذ انطلاقة المسابقة قبل 45 عاما في موسم 74-75 تعقب 12 فريقا على الفوز باللقب الغالي طوال العقود الماضية النهاي الثالث والأربعين في تاريخ بطولة كأس رئيس الدولة سيجمع هذا الموسم بين الشباب الأهل دبي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج مع الضفرة الذي يسجل لحضوره الأول منذ تأسيسه في العام 2000 سلطان سلطان جاس محمد لم يأخذ اهتمامك لأن جاس لعبتك التاريخ نقطة الكاس السنوات الكثيرة لأول مرة أبو أحمد أقولها على الهوى مباشرة وهذه لم يسبق أن ذكرتها وهي أن أول كأس قدمت كانت بتعليمات وبأوامر وبمبادرة مباركة من المخفور للشيخ راشد بن سعيدة المكتوب رحمة الله عليه الله يرحمه الله كان مهتم بالرياضة تهب إليه تحت كرة القدم بقيادة شيخ مانع بن خليفة بن سعيدة المكتوب وفد وزارة الشباب كان لخ سلطان سقر السويلي كان يوميها موجود في مدير راعد الشباب كان في فترة فتاة وزارة الشباب ذهبوا للمخفور له فأمر لهم بهذا الكأس الذي يقيم عام 1974 بحضور طاقم تحكيم كويتي وبحضور من توج أول فريق كان هو سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب كان يوميها هو توج أول فريق يفوز بكسر رئيس الدولة الذي كان الأهلي على النصر وكان أيضا صاحب سمو الشيخ محمد حاضر هذه المبارات وهذه البطولة قيمة لها قصة في التحدي للنصراوي الأهلاوي في 1974 75 تحدى الشيخ مانع النادي الأهلي أن يهزمه في الكأس بعد أن فازه بالدوري بدون خسارة وكان العين مركز الثاني وصارت أزمة بين التحدي كروس غير مع نادي النصر الشيخ مانع رجل المبادرات الكروية في دولة المارات رجل الابتكارات كان يفكر 30 سنة جدام قدم فكرة أبو بطول في تلك الفترة بإقامة كأس سمو رئيس الدولة كل دول المنطقة كانت تقيم مصابقة الكأس إلا الإمارات لكن الشيخ مانع من الخليفة فكر بإقامة هذه المصابقة حتى يرد النصر ويهزم الله ليخذه عن الدول شوف التحدي كيف كان خصوصا أن كان هذا التنافس في ذروتنا في هذا كله بين الأهلي ونصر نعم في قيادات تفكر اليوم أبدا لدارينا يأتي تأتيهم المحاضر ويبصمون تأتيهم الأفكار ويوفقون تأتيهم الشركات ويلطمون ولذلك الأفكار القديمة ما شيء توقيع أبو بمسلطان بصمة يعني هم وافق على كل شيء بدون ما يناقش حاضر يا فندم زمان كان فيه إداريين بمعنى الكلمة والله أتكلم جد أنت تدري في 74 75 منه كان واقف عند البوابة يعطيك متذاكر لو أقول لك اسم شخصيتين بتستغرب أول ثاني حكم عربي في كأس العالم الحق مصطفى كامل حاج مصطفى كامل كان يوميا سكرتير فني تحت كرة كان واقف عند الباب يقصوا التذاكر تدري الشخص الثاني منه كان مدير أو أمين صندوق تدري منه كان الحاج خميس أحمد سالم السويدي رئيس مجلس نادي الوصل الأسوأ كان هم موجودين بقصول التذاكر الجماهير اليوم شركات يعني رؤساء الأندي على سبيل المثال الحاج خميس تدرج يعني مش أتى على طول صار رئيس مجلس إدارة يعني العمل في مختلف المجالات حتى كأيضا المسؤول عن تذاكر في هذه أقول لك كيف الحب كان زمان كيف الوفاة كان كيف العطاء كان كيف المبادرات كان يعني زمان الحقيقة هذه التجارب حقيقة الواحد لابد أن نقولها إذا أنا لم أقولها لن يأتي أحد يقولها لأن تحتاج للتوثيق تحتاج للتذكير تحتاج إلى أن نعيد أن نتجي لليوم يعرف ما قدمه الرعيلة الأول من الرياضيين الإماراتيين قدامة قدموا الكثير هذه المسابقة لم تأتي جاهزة للأندلاء هذه المسابقة أن حكست اهتمام القيادة السياسية اهتمام القيادة السياسية أن حكست وجود المخفور للشيخ زيد بن سلطان ثلاثة مرات يحضر ثلاثة نهايات يحضر ثلاثة نهايات نهاية واحد أنا كنت بنفسي شخصيا موجود ستة وسبعين حتى الإضافة ما كانت قوية لكن ظل يتابع المباراة لفات سبيع الهلي الحديث في هذا الجانب الطويل يطول أبو سلطان أنت أخذت وقت هو يتنازل هو يتنازل عن وقته لمصلحات التاريخ الحديث عن التاريخ أنا برغم أن أستمتع لأن كلام جميل نحن نستمتعين نستمتعين جدا بهذا الحديث عموما كنا نود تعليق أيضا عن الكاس والغريب أنه رابع نسخة بالنسبة لشكل الكاس بالنسبة للدول أو بالنسبة للبطولات العالمية الكاس لا يتغير بشكل دوري منها على سبيل المثال كاس العالم لتغير مرتين أو دوري أبطال أوروبا ذات الأذنين بشكل مميز اللي ما تتغير أبو سلطان شكرا لك شكرا كابتن سامي شكرا لك كل شكر لكم أيضا مشاهدين متابعة هذه الحلقة من برنامج ملاعبنا كنوا على موعد مع حلقة الغد إلى اللقاء